بعد يوم فقط من إسقاط الحكم على عمران خان في قضية تشخانة يحاكم اليوم عمران خان في قضية أخرى ولكن هذه المرة عمران خان لن يتجه هو بنفسه إلى المحكمة بل إن لجنة من المحكمة ستتجه إلى سجنه في مدينة أتوك وذلك لدواع أمنية كما صدر بناء على مصادر من المحكمة ومصادر أمنية القضية التي يحاكم عليها اليوم عمران خان هي قضية تسريب لأسرار الدولة وهي إحدى القضايا التي رفعت ضد خان هذه القضية متهم بها خان بتسريب معلومات أثناء فترة حكمه كرئيس للوزراء ما بين عام 2018 إلى عام 2022 لا بد إلى الإشارة إلى أن عمران خان الذي أعلنت المحكمة يوم أمس قبول الطعن في الحكم الصادر ضده سيبقى أو كان من المقرر أن يبقى في السجن إلى نهاية الشهر الجاري لدواع أمنية وعلى دمة التحقيق في قضايا أخرى موجهة ضد عمران خان أي أن عمران خان وبالرغم من الإعلان عن إصدار المحكمة مذكرة بالإفراج عنه يوم أمس إلا أنه سوف يبقى في السجن إلى نهاية هذا الشهر على دمة التحقيق وقضايا أخرى وهي الآن اليوم أحدى هذه القضايا التي يحاكم على أساسها عمران خان وهي قضية تسريب معلومات أثناء فترة رئاسته للوزراء في باكستان لكن هل يجري إسماعيل تصنيف لهذه القضايا من الأخطر للأقل خطورة؟ في الحقيقة هي القضايا ليست مصنفة بناء على خطورتها هي قضايا رف ترفع من قبل هيئات مختلفة مثل قضية توشة خان هي مرفوعة من قبل لجنة الانتخابات الباكستانية والتي بناء عليها لجنة الانتخابات يعني طالبت المحكمة العليا بإصدار قرار بالحبس ضد عمران خان وكذلك لجنة الانتخابات التي قررت أيضا مسألة عدم قدرة عمران خان على الترشح ولكن المحكمة لم تبت بهذا الشأن الترشح مرة أخرى كرئيس للوزراء وقضايا أخرى متعلقة بالإرهاب رفعت ضد عمران خان ويحاكم عليها عمران خان بناء على الأدلة وبناء على المعلومات التي ترد إلى المحكمة العليا ولا يحاكم بناء على خطورة القضايا بينما يحاكم على مجموعة الأدلة ومجموعة الثبوتات التي تقدم ضده في شأن هذه القضايا وأيضا بناء على أقدمية القضايا التي ترفع ضد عمران خان وبناء على ذلك المحكمة تتحرك في هذا المجال في محاكمة عمران خان في القضايا الموجهة ضده هناك عدة قضايا ذكرنا سابقا بأن 200 قضية رفعت ضد عمران خان قضية توشة خان قد لا تكون الأصعب ولكن قضية توشة خان فيها حساسية كبيرة بالنسبة لباكستان وعلاقاتها الخارجية وغيرها هناك أيضا قضايا أخرى مرفوعة ضد عمران خان مختصة أو متعلقة بالإرهاب ومتعلقة بإثارة الشعب ضد الجيش البكستاني وضد الأجهزة الأمنية وهناك أيضا قضايا كما ذكرنا وهي القضية التي يحاكم عليها اليوم قضية تتعلق بأمن الدولة وهي قضية تسريب معلومات من مكتب رئيس الوزراء وهو متهم بها عمران خان إذن قضايا متنوعة وقضايا كثيرة مرفوعة ضد عمران خان تنظر فيها المحكمة ويحاكم بناء عليها عمران خان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر